اهلا بكم مشاهدين في برنامج حوار فرنس 24 ضيفي وضيفكم اليوم ينضم إلينا من يوستن تيكساس بالولايات المتحدة إنه مؤسس ورئيس شركة ميديستار المختص في منشآت الرعاية الصحية منذر حراني أهلا بك وشكرا لحضورك معنا أهلا بك منذر حراني أنت اليوم رجل أعمال معروف بالولايات المتحدة لكن دعنا نعود بضعة عقود إلى الوراء لنحكي بداية القصة وكيف انتقل ابن مرجعيون من لبنان عام 1971 إلى تيكساس بالولايات المتحدة هل يمكن أن تلخص لنا هذه البداية في بضعة كلمات؟ أنا جيت لـ الولايات المتحدة 1965 جامعة تكساس University of Texas in Austin اتخرجت بدريه انستركشور الانجينيوري 1969 واحدة أركيتكشور وكان عندي دروس قبل ما يشيه بالفيزيكس تخرجت 1970 1971 73 73 73 نعم صرت انجينيور مهندس في هيوستن أعطونا دباس أحسن مهندس خط هذا بعدين دخلت بالإشياء كان عندي شركة انجينيوري رحت على Real Estate Development ضلت صلف إشتغل بنايات ومستشفيات آمل وهذا كتير كانت مهمة الساينس العلوم وهالإشياء عملنا كتير مستشفيات وبنايات وهذا بالريل وهذا الطب بعدين فيه غير مشاريع غير إشياء جبت فيها اشتغلت مع مثلا الهوريكان بريس لأنه الهوريكان العاصفي جبت هذا اختراع هاللي بيخلي البنايات تاخد هوريكان عاصفي وتحمل كاتوجري أربعة نعم إذن هذه البنايات التي نعم البنايات التي يمكن أن تصمد أمام الإعصارات كما قلت شركتك كانت وراء إنشاء أكثر من 800 منشأة صحية في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة لكن كما بدأت تشرح لنا الآن لديك عدة براءات لابتكارات علمية مختلفة في الولايات المتحدة والبداية ربما كانت لها علاقة بموضوع المنشآت والبنايات كما كنت تشرح الآن هلأ مشان هذا الاختراع كله هو علوم فيزيكس 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 هذا VIP IVP Integrated Viral Protection هذا مشان يؤتل COVID-19 يعني الكورونا فيروس نعم وقطعك أستاذ حراني عفوا وقطعك فقط للحظات أنت انتقلت إلى الاختراع الأخير هذا الاختراع فقط للتذكير هو ابتكار منظومة تقضي على الفيروسات بالنسبة عالية هذه الفيروسات في الهواء Integrated Viral Protection أو IVP وهذا ابتكار تم بالشراكة مع جامعة هيوستن بتكساس هل يمكن أن تشرح لنا من أين أتت الفكرة وأين أنتم اليوم من كل التدقيق العلمي لهذا الابتكار هذا الفكرة أتت من وراء أنه الكورونا والفيروس بيموت على درجة واحدة وخمس وسبعين النيكل فيه كهرباء من موصلة إلى علا اكتيفيت يعني بتخلي الأتم بأن النيكل ماش يبلش يشطل هذه بتطلع حوالي 350 ديجريز بدون ما سخن الهواء اللي جنبه هذا أهم شيء أنه هذا الماش هاللي هون بتسخن كتير لدرجة 350-400 فارنحايد بس المهم منها أنه ما بتخلي الهواء اللي جنبه يكون حامي هذا أهم شيء بالهد وهذا بسموه سيبر كوندكتيفتي خدناها لجامعة هيوستن في أكبر لاب مشان سيبر كوندكتيفتي ورئيس اللاب المدير اسمه داكتور ران معدين العالم داكتور تشو ومشهور لأنه طلبوه مرة مشان نوبل برايس كان الاسم نعم يعني في قائمة الذين طرحت أسماؤهم لجائزة نوبل بعدين من جامعة هيوستن رحنا على جامعة تيكسس اي اند اي مهم كتير بعدين داكتور بانكس مع خمسة من البروفيسور العلماء والسينتفي عملوا هذا التجربة والتجربة كانت كتير مهمة لأنه الكورونا بتموت على تسعة وتسعين دقري تسعة وتسعين درجة فرنهايت اوكي من هون اجا الفيدرال المختبر الفيدرالي في اثنين بامريكا واحد ب غالفستن واحد بباستن اجا داكتور برنسلر هو المدير اللي معه عالمك باقر كتير اهتموا لأنه سمعوا فيها من البروفيسور اهتموا فيها واخدوا هذا وضلوا حوالي شي جمعة يختبروا فيها بعض جمعة تلفنوا لي قالوا لي أنه هذه تعتل 99.6 99.8 يعني تسعة وتسعين بالمئة بتعتل من الفيروسات ومنها فيروس كورونا طيب اليوم هل يمكن يعني هذا المنتوج أو هذا الابتكار كبير الحجم ويستعمل في أماكن كبيرة في مساحات كبيرة هل يمكن أن يتم التفكير في آلة مصغرة تستعمل في البيوت مثلا نعم بس قبل هذه خليني تكمل على هذا هذا كمان الاختراع تشك جمع اللاب انتبع أرغون ان إليانو شيكا ان إليانو شيكا دكتور كرابتري بعدين جمع ام اي تي اوكي نعم ام اي تي نعم هذا الاختراع في نوعين في موبايل هاللي بنعملها موبايل بروحها على محلات وهالإشهة بسوركولات يعني كل الهواء 1800 CFM تعمل سوركليشن يعني بتعتل الكورونا هذي بيكون هذي بيكون هذي بيون بنسميه حوالي سيكس فيت اوكي يعني بتنظفه اوكي هلأ هذا الاختراع بالمدارس له ثلاثة شهر بالمدارس نعم دالاس وفلوريدا ثلاثة شهر طيب استاذ حراني عفوا عفوا اقاطعك لأن لم يبقى لدينا كثير من الوقت امامنا دقيقة فقط وودنا سألك بما أن التسويق بدأ داخل وخارج الولايات المتحدة هل من المقرر أن يسوق هذا المنتوج في لبنان مثلا نعم بلبنان لأنه في كتير كورونا وهلأ في لكداون بلبنان بيكون بالبلاد العربية بيساعد البلاد العربية هذا اهم شي بيساعد لبنان وبيساعد كتير هلأ احنا عم نتعامل مع ناس بالسعودية بعدين ناس بكطر بعدين بلبنان بدنا نستعملوا بلبنان هذا مهم كتير لأنه لبنان كتير حالته ما مليحة بعدين المستشفات فينا نستعملوا بالميدل إيست بالشارك الأوسط وهذا مهم كتير لأنه كتير صنات تعباني من الماسك ونستعملوا بالفاكسين ما هو الكل شي لأنه كورونا بدت ضل هون وكان بيختلف كورونا بتعمل حالة غير شي بعدين بيجي فيروس تاني يمكن يوم ما ما حدا بيعرف وهذا بعدين إذا أخذنا بأمريكا هل عم ناخد الفاكسين بتشو صار بالناس هاللي جاي على أمريكا بدون فاكسين شو صار إذا بدنا نروح على المدليس إذن هذا صحيح وأذكر إذن أن الابتكار هو ليس فقط لفايروس كورونا لكن للعديد من الفيروسات أشكرك جزيلا شكر منظر حوراني على هذا الحوار وعلى تعريفنا إذن على ابتكارك الجديد IVP Integrated Viral Protection شكرا جزيلا لك شكرا الله يكون معا شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج حوار إلى اللقاء